موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتكثيف العمل بالمشروعات الجالية تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية مصر تجدد رفضها أي وجود إسرائيلية في محور فلادلفيا ومعبر رفح وتتهم سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن عدم الوصول لاتفاق هدنة بغزة استجابة لدعوة للإدراب العام في إسرائيل متظاهرون يغلقون طرق في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينيج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجارية تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والكهرباء والقيم بعمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد عمر عاد الحسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها متابعة خطة العمل الحكومية لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد كما تطرق الاجتماع في هذا الصياق إلى المنظومة المتكاملة من السياسات والإجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء ومن بينها مواجهة التعديات والتصدي لظاهرة سرقة الطيار الكهربائية في إطار الدستور والقانون حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين ولتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبوري أن صناعة الدواء تعد إحدى الصناعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة وذلك في إطار جهود دعم صناعة الأدوية بشكل خاص ودعم قطاع الصناعة بشكل عام خلال المرحلة الرهنة وخلال اللقاء مع رئيس هيئة الدواء المصرية أشار مدبوري أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الماضية من أجل إتاحة الأدوية عبر تيسير الإفراج الجمركي عن هذه الأدوية وكذا الإفراج عن المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين ومن نواة ذلك في إطار حرص القيدة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للنظم الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لرجال القوات المسلحة تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للنظم الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لرجال القوات المسلحة بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التي تنفذ بشكل يومي وتصهم في الحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للطلبة أعقبها تفقد عدد من ميادين التدريب المطورة ومختلف الأنشطة التدريبية الخاصة بالتأهيل البدني للطلبة والتي يتم تنفيذها وفقاً لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة اشتركوا في القناة كما التقى رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد وشاركهم تناول وجبة الإفطار حيث أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية التي تهدف لإعداد وتأهيل فرض مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات العسكرية كما ناقش عدداً من الدارسين في الموضوعات التي أتم دراستها كما استمع الفريق أحمد خليفة إلى عرض تقديمي من اللواء وليد حامد الحماء مدير معهد ضباط الصف المعالمين تناول أسليب العمل وأوجه التطوير والتخديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد من خلال الأسس العلمية المدروسة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للطلبة وقام رئيس أركاني حرب القوات المسلحة بتفقد التدريب العملي بأرض الطبور والحالة الإدارية لمناطق الإيواء والمستشفى والتي تساهم في إعداد ضابط صف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف وطالبهم بالاطلاع لإعداد جيل جديد من ضباط الصف يتحلى بالعلم والمعرفة معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بإعداد وتأهيل طلبة المعهد متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية حضر اللقاء والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لكوات المسلحة تنطلق غدا ثلاثاء فعليات معرض مصر الدولي لطيران والفضاء 2024 في نسخة الأولى وتستمر فعليات المعرض على مداري الثلاثة أيام بمطار العالمين الدولي في مدينة العالمين الجديدة بمشاركة مائة دولة وثلاثمائة شركة معرض مصر الدولي للطيران والفضاء عشرين أربعة وعشرين في نسخته الأولى على أرض مصر حدث عالمي فريد في مجال الطيران والفضاء في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة أكثر من مائة دولة وما يزيد عن ثلاثمائة شركة وجهة من أكبر مصنع الطيران وصناعات الفضاء حول العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يُعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية عسكرية موجهة بساحة العرض المكشوف وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية في جو من الإثارة والتشوير في الفترة من الثالث حتى الخامس من سبتمبر عشرين أربعة وعشرين بمطار العالمين الدولية يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي غدا على رأس وبد مصري رفيع المستوى في منتدى التعاون الصيني الإفريقية ويعقد المنتدى على مداري أربعة أيام على مستوى القمة بالعاصمة الصينية بكين بحضور قدتي وزعمائي ورؤساء الدول الإفريقية بالإضافة إلى رؤساء حكومات الدول الأعضاء وممثل المنظمات الإفريقية والدولية حيث ينطلق تحت شعار العمل معا من أجل بناء مجتمع صيني إفريقي رفيع المستوى وليل مسجد من التفاصيل ينضم إلينا أحمد سعد موفد التلفزيون المصري عبر زوم أحمد المنتدى الصيني الأفريقي فيما تأتي أهميته وانعقاده في هذا التوقيت بداية بعد الحياة نقف على هذا الموقف في مدينة بكين العاصمة الصينية والتي ما زالت تطبيق العديد من القضوة وزعماء ورؤساء الدول الإفريقية خضراً عن رؤساء الحكومات وممثل المنظمات الدولية والإفريقية وكذلك الضيوف الشرف الذين سوف يشاركون في هذا المنتدى المنتدى أتعون أصيني الإفريقي على مستوى كمع فوقات أربعة والذي ينعقب كل أربعة سنة هذه الدورة تأتي بعد المنتدى أتعون أصيني الإفريقي الذي عقب في 2021 في العاصمة السنغرية دكتار لتنطلق حاليات هذا المنتدى في 2021 يعني العديد من الرؤساء والزعماء والقضوة وصلوا بالتوى إلى مطار بكين الدولي وبالفعل كان هناك لقاء مع بعض الرؤساء الأطارقة التقوا مع رئيس السيني شي جين بينج يعني وصل بالتوى إلى رئيس الريتيا السياسة كورسكي وكذلك رئيس جنوب الريتيا التقى مع رئيس شي جين بينج رمفوزة وأيضا الرئيس الدولة الشياد محمد جيلي فضلا عن عدد من وسيل المناطقات الأساسية أيضا يشارك الدكتور نشافة مدوني الذي وصل بالفعل على رأس ورد رفيع النسافي هذا المنتدى وانتقى اليوم المساء اليوم مع رئيس مجلس مواد أشحرسين شاولي وبالفعل يعني سوف يشارك الدكتور نشافة مدوني في لقاء دوة عشاء غدا والتي سوف يشارك فيها العديد من الرؤساء والجعماء والقادة الأطارقة والتي سوف تحقد في تصر الشعب الجمهوري وبعدها سوف تنطلق القمة على المستوى الرئاسي والجزاري والحكومات يوم الثاني سبتمبر بعد غدا نعم يعني أحمد القمة بترفع الشعار معا من أجل بناء مجتمع صينية أفريقية رفيع المستوى ما هي الأطرحات وما هي المجالات التي سيكون العمل بها من أجل تحقيق هذا الهدف يعني بالفعل الصين هي أكبر شريط استراتيجي بأكبر شريط تجاري وقتصادي لأخرى الصمراء على مداري 15 سنة متتارية يعني بلغت مستوى الاستثمارات الصينية في هذا تقريب أكثر من 280 مليار دولار يعني بالفعل شراكة استراتيجية واسعة تسعى إلى يعني الحصاب عليها الصين لأكبر سوق وشريط تجاري واستثماري وهو القرى الصمراء بالفعل يعني هناك العديد من الأهداف من هذه القمة يعني بالفعل أهم هذه الأهداف تعميق وتوسيع أثر التوافق والتعاون والتبادل والمنفعة المتبادلة وتحطيق التكامل ما بين أرصين والدول الإسرائيقية بتحطيق التربح معا هذا هو الشعار الصيني هو السلام وتربح معا من أجل تحطيق وتعزيز أطر الشراكة كذلك تسعى الصين لإحقاء رسالة مفادها أنها تسعى إلى يعني تغيير نظام الحوكمة العالمية من أجل تغيير النظام العالمي الذي يسيطر على التجارة البيانية وبإحضار أن الصين أكبر منافس تجاري للولايات المتحدة الأمريكية فتسعى الصين أن يكون لها شركاء في فريقيا خاصة بعد إطاقة مبادرة الكزام الحريق والتي وقع لها أكثر من مئة دولة ومنظمة دولية بالفعل كذلك تسعى الصين من خلال هذا منتدى لعمل منصة هذه المنصة سوف تحوي العديد من التحديات سواء على المساوات التجارة والاقتصادي أو كذلك التحديات الإقرامية والدولية التي تقيم على العالم أجمع والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والعجوان الاسفائيلي على فلسطين وكذلك يأتي على رأسها أيضا الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك من قبل في الاجتماع المزاري العشر لمنتدى التعاون على العرب الصيني الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي يعني كان الرئيس الصيني أكد أنه لابد أن يكون هناك مؤتمر للسلام لاحتواء الوضع الإنساني العالمي مما لا شك في أن كثير من التحديات الإقليمية والدولية ستكون محل نقاش على هامش أو بداخل المنتدى الصيني الأفريقي أحمد سعد موفد التلفزيون المصري عبر زوم كنت معنا شكرا جزيلا لك أشهد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة من تعاون قائم ومتزايد لسيامة في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة وفي مقدمتها الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال لقائه مع المفاوض البريطاني للتجارة مع أفريقيا جون هامفري استعرض عبد العاطي الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتمكين القطع الخاص والزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ودعم التحول للاقتصاد الأقدر وتوفير الحوافزي الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات الوطنية ثمن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي الدورة المحورية والوطنية الذي يطلع بها الإعلام المصري في توعية الرأي العام والتعريف بقضايا السياسة الخارجية ذات الأهمية الخاصة بمصر وخلال لقائه رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحفة القومية والخاصة في مصر استعرض وزير الخارجية أهم أولويات السياسة الخارجية في الوقت الحالي وتقييم مصر للتحديات والأزمات في محيطها الإقلمي وعلاقاتها مع الشركات الدوليين والجهود التي تبدلها مصر لحلحلة أزمة قطاع غزة والأزمة السودانية كما أكد وزير الخارجية والهجرة دعم الوزارة للجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية الذي تم إنشأه حديثا وخلال لقائه مع رئيس الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية هشام عزمي شدد وزير الخارجية على محورية استحداثه أولي هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها ما كتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة للوزارات المختلفة باعتبارها حجر أساس لتعزيز وتطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية والتي تحضع باهتمام كبير من القيادة السياسية في مصر إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأسات كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحميل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن شدد مصدر رفيع المستوى على أن مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات ومحددات أي اتفاق للسلام وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفع جنوبي قطاع غزة بشكل قاطعه وأضاف المصدر أن استمرار الحرب الحالية واحتمالية توسعها إقليميا أمر في غاية الخطورة وينظر بعواقب وقيمة على المستويات كافة لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية هي المسؤولة عن عدم الوصول لاتفاق هدنة وأنها تسعى لفرض وقع جديد على الأرض لتغطية على أزمتها الداخلية هذا واعتبر رئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لا يبزل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق الصراح المحتجزين لدى حركة حماس جاءت تصريحات بايدن قبل اجتماعه مع فريقه للأمن القومي لتحديد استراتيجية المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاتفاق بشأن غزة وكان موقع إكسيوس قد أشار إلى أن بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحركة حماس لإطلاق صراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق هذا الأسبوع أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أنهما متحدا في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر في غزة وفي مؤتمر صحفي مشترك بكوالا لنبور دعا لوكسون جميع الأطراف للجلوس حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل الدولتين فيما قال إبراهيم إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر مشيرا إلى غياب الالتزام من جانب الدول خاصة الولايات المتحدة والتي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين طريقا رئيسيا في تل أبيب احتجاجا على عدم عودة المحتجزين في غزة حيث يطلب المحتجون بسرعة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين وهذه الاحتجاج في إطار دعوة لإدراب عام من قبل المنظمة العامة للعمال في إسرائيل أهل استدرات وهي أحد أهم اتحاد نقابي عمال في إسرائيل والإدراب هو الأول منذ بداية العدوان على غزة ويهدف إلى إغلاق والتعطيل قطعات رئيسية من الاقتصاد منها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والمطر الرئيسي في البلاد فيها الأثناء قدت محكمة العمل في تل أبيب بإنهاء الإدراب الشامل الذي عم إسرائيل منذ ليلة أمس وأدى لتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية بدورها دعت هيئة عائلات المحتجزين إلى مواصلة المظاهرات للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة لتبادل المحتجزين بدعوة من اتحاد نقابة العمال الهيست دروت للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لاستعادة المحتجزين عم الإدراب الشامل كافة مناحي الحياة في إسرائيل ويأتي الإدراب الذي شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمواصلات العامة والوزرات الحكومية ومطار بن جوريون في أعقاب مظاهرات ضخمة شارك فيها عشرات ألاف الإسرائيليين الليلة الماضية للمطالبة بإبرام الصفقة هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الإدراب العام بدأ في المرافق الاقتصادية وأشمل بعض السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والقطار الخفيف في منطقة تل أبيب الكبرى والمصارف ومصالح تجارية أخرى وفي مطار بن جوريون توقفت الرحلات القادمة والمغادرة لمدة ساعتين على الأقل فيما قلصت المستشفيات تواقم العمل كما أغلقت مدارس رياض الأطفال أبوابها فيما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات انضمامها للإدراب وانضم إلى الإدراب العديد من الشركات الكبرى وشبكات التسوق في وقت لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة من أجل إلغائه وفي القدس المحتلة أغلق محتجون طرقا وتظاهروا أمام مقر إقامة رئيس الوزراء كما اصطف محتجون على جانبي بعض الطرق ملوحين بالعالم الإسرائيلي تعبيرا عن حزنهم لمقتل الرهائن الستة وكان وزير المالية المتطرف سموتريتش طلب من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تقديم طلب عاجل إلى محكمة العمل للحصول على أمر قضائي بمنع الإدراب وادعى سموتريتش أن الإدراب من شأنه أن يضر بالاقتصاد وأنه لا أساس قانوني له لأن هدفه الأساسي هو التأثير على قرارات مهمة للحكومة استشدى وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الثاني والثلاثين بعد الثلاثمائة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطع أفدت مصدر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم البريج وسط قطع غزة كما شنت غارة على مخيم النصيرات بتزامن مع إطلاق نار كفيف وعشوائي من أليات الاحتلال شمال المخيم وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ما أصفر عن استشهاد 40786 فلسطينيا وإصابة 94224 آخرين في حصيلة غير نهائية كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة الجنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم السادس على التوالي ما أصفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة واعتقل العشرات كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل كثيف وعشوائي وفجرت منازل وداخل منازل في المخيم متسببة في تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها الشبكتين المياه والكهرباء وتواصل قوات الاحتلال إخلاء العائلات من منازلها بطريقة قصرية كما احتجزت الأهالي وحققت معهم ميدنيا في ساحة المخيم وتواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الصحة الفلسطينية لليوم الثاني تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية لانتهاء من تطعيم 72 ألفا و611 طفلا في اليوم الأول مؤكدة أن ما لا يقل عن 90% من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما أربعة وأسابيع وسط مبادئ مدمرة وخيام ممزقة تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الصحة الفلسطينية تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة بعد أن وافقت إسرائيل وحركة حماس على فترات توقف قصيرة للقتال في الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا للسماح بتنفيذ الحملة بدأت الحملة في مناطق بواسط قطاع غزة وستنتقل إلى أخرى خلال الأيام المقبلة حيث من المقرر أن يتوقف القتال لثماني ساعات على الأقل على مدى ثلاثة أيام متتالية سمعت أنه في حالات كثير من تشار لشار الأطفال فسمعت أنه برضو جابوا تطعيم لشار الأطفال وأنا والله خايفة على أولاد عشان ما يصيرش إشي معهم فأنا رح أروح أعطاع عنهم إن شاء الله وتتوقع منظمة الصحة أن تكون هناك حاجة إلى تمديد فترات توقف القتال ليوم رابع وأن تستغرق الجولة الأولى من حملة التطعيم ما يقل قليلا عن أسبوعين طبعا أهمية تطعيم في الوضع اللي احنا بنعيش فيه ووضع المأساة والأمراض المتشرة بين الأطفال طبعا كثير له أهمية جوية كثير طبعا بحاوض على أطفالنا وإن شاء الله بظل هالأيام هذه في الحرب تكون السلامة على الجميع إن شاء الله ويقول مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 90% من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما أربعة أسابيع حتى تنجح الحملة لكنها تواجه تحديات مهولة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى حد كبير وأعلنت الأمم المتحدة عن حملة التطعيم بعد أن سجلت الشهر الماضي أول حالة شاد الأطفال منذ ربع قرن في قطاع غزة وقد أصيب بها طفل يبلغ عشرة أشهر في وسط قطاع غزة وقالت عائلته التي اضطرت للنزوح مرارا بسبب الحرب إنهم لن يتمكنوا من تطعيمه مثل حال العديد من الأطفال في القطاع قام وفد منظمة الصحة العالمية بزيارة تفاقدية إلى مخازن الهلال الأحمر بالعريش ومستشفى العريش العام ومعبار رفح البري ونقطة الخدمات الإنسانية من جانبه ثمن رئيس لجنة الإشراف على برنامج التوارئ بالمنظمة وليد عمار ثمن الدورة الذي تقوم به مصر في تضليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام إصار المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وجودنا هنا هو لتقييم الوضع وتقييم أداء مختلف الجهات المعنية بالموضوع ورفع تقرير إلى مدير عام منظم الصحة العالمية وإلى الهيئة العامة لمنظم الصحة العالمية للوقوف عند المصاعب التي تواجه جميع الفرقاء في تأدية هذه المهمة وطبعا هذه المهمة تقوم بها بشكل رئيسي منظم الصحة العالمية بالتعاون مع حكومة مصر والصريب الأحمر المصلي منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة تقوم بالتعامل مع وباء الشدر الأطفال بعد القضاء عليهم منذ 25 سنة بسبب ظروف العدوان الإسرائيلية على غزة وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل في وسط غزة ثم الجنوب والشمال وقد تم تطعيم 87 ألف حالة في أول يوم ومستهدف 640 ألف حالة تطعيم ومازالت نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعونا فيها مقتل شخصين في غرة إسرائيلية على سيارة في بلدة النقورة وحزب لا يستهدف مباني لتمركزات قوات الاحتلال أهلا مجددا قتل شخصاني في قصف جوين إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة النقورة جنوبي لبنان كذلك أغرى الاحتلال الإسرائيلي على يارون وطير حرفة وبلدة مارون الرأس وبلدة حنين في قضاء بنت جبيل بدوره استهدف حزب الله مبنى يستخدمه الاحتلال في مستوطنة أفيفيم كما استهدف مبنى يستخدمه الاحتلال في مستوطنة المنارة فيما استهدف أيضا انتشارا لجنودي الاحتلال في مرتفع عداثر بقضائف المدفعية أفدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بمقذفين قبالة سواحل اليمن على بعد سبعين ميلا بحريا شمال غرب ميناء الصليف الواقع في محافظة الحديدة الخاطعة لسيطرة قوات الحوثي وأشارت الهيئة إلى أنه جرى السيطرة على الأضرار لافتة إلى عدم وقوع إصابات على متن السفينة أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل زيادة ملحوظة في الإصابات بمرض الكوليرا بلغت 2583 حالة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات بالمرض إلى 98 وقالت غرفة طور الخريف التابعة للصحة السودانية قالت إنه تم تسجيل مائتين وأربع وثلاثين إصابة جديدة في ولايتي القضارف وكسلا ما ساهم في ارتفاع العدد الإجمالي للحالات وأثار القلق بشأن الوضع الصحي في البلاد أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية أعلى هيئة قضائية بعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي معلنة أن الحملة الانتخابية للمرشحين ستنطلق في الرابع عشر من سبتمبر الجاري وجه الأميل العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتشكيل بعثة من الجامعة للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية المقرر إجراؤها في العشر من سبتمبر الجاري وذكرت الأمناة العامة للجامعة أن البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالانتخابات وستصدر بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها حول عملية المراقبة قرارها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس السيني تشي جينبينغ رفع مستوى علاقاتهما الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة للتعاون في العصر الجديد وخلال اللقاء قال تشي جينبينغ لرامافوزا أن الصين ستعزز التعاون المربح لجانبين في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة ومجالات أخرى قال الرئيس الروسي بلادمير بوتين أن الاستفزاز الأوكراني في منطقة كوريسك فشل في وقف تقدم الجيش الروسي في منطقة دونسك الأوكرانية وضف بوتين خلال زيارة لجمهورية توفا روسية أن القوات الروسية تستعيد أراضي في منطقة كوريسك بماسحة كيلومترات مربعة فضلا عن أنها تتصدى للقوات الأوكرانية التي توغلت هناك أكدت مصادر وسائل الإعلام أن الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرونز سيلتق اليوم بسياسيين بارزين مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل وقال مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس استقبلها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف كما سيستقبلوا الرئيسين السابقين الاشتراكي فرنسو أولند واليميني نيكولا ساركوزي بعد نحو شهرين على الانتخابات التشريعية تدخل المشاورات بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء في فرنسا مراحلها النهائية بعد استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون عددا من الشخصيات السياسية المرشحة لهذا المنصب مصدر مقرب من ماكرون قال أن الرئيسين السابقين الاشتراكي فرنسو أولند واليميني نيكولا ساركوزي بالإضافة إلى برنار كازنوف العضو السابق في الحزب الشراقي والسياسي المخضرم من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء سياسيون ومراقبون أشاروا بشكل متزايد إلى كازنوف باعتباره أحد المرشحين الأكثر ترقيحا لقيادة الحكومة الجديدة إذ يحظى باحترام أحزاب اليمين على الرغم من أنه قريب أيضا من اليسار هذه المداولات المتسارعة تهدف لتحديد اسم لمنصب رئيس وزراء قادر على تفادي إسقاطه بالغالبية في الجمعية العامة حيث أفردت الانتخابات الأخيرة واقعا سياسيا معقدا في فرنسا بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسيين على غالبية صريحة في البرلمان في هذا الإطار استبعد ماكرون تعيين لوسي كاستي التي اقترحتها الجبهة الشعبية الجديدة وهي التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات الأخيرة وجاءت دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو الماضي بنتائج عكسية إذ خسر اتلافه الوسطية عشرات المقاعد ولم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة وسيكون أمام رئيس الوزراء الفرنسي المقبل مهمة شاقة تتمثل في محاولة دفع الإصلاحات وميزانية 2025 من خلال برلمان المعلق في الوقت الذي تتعرض فيه فرنسا لضغوط من المفوضية الأوروبية وأسواق السندات لخفض العجز كذلك بات تشكيل حكومة جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقليم موازنة عام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر على أبعد تقدير أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت الدورة الحيوية الذي تقوم به مصر لتحقيق التقارب التكنولوجي الأسيوي الإفريقي وأوضح وزير الاتصالات خلال فعالية منتدى اندونسيا إفريقيا الثاني الذي تصدفه مدينة بالي أن مصر قامت بتحقيق هذا الترابط على مدار العقود الماضية من خلال أنظمة الكبلات البحرية التي تربط أسيوي إفريقيا بالعالم التقى محمود عزمة وزير الكهرباء والتقى المتجددة مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بهائب الغنام وتناول لقاء التنصيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستسلاح الزراعية التابعة للجهاز وكذلك موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستسلاح في نطاق عمل جهاز مستقبل مصر إلى تنمية المستدامة استقبل وزير الأوقاف أسامة الأزهري أسفير الإندونسي بالقاهرة لطفي رؤوف وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف تبيز العلاقات بين مصر وإندونسيا وقوة العلاقات بين قادة البلدين من جانبه قال سفير إندونسيا بالقاهرة إن نحو 15 ألف طالب من أبناء دولة إندونسيا يدرسون حاليا بالأزهر الشريف بما يؤكده تمام مصر والأزهر الشريف بالطلاب الوافدين وبطلاب دولة إندونسيا على وجه الخصوص هكذا وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية والحفاظ على الحالة الفنية لكل ماكينات شركة حلوان للصناعات الهندسية وأتفقد الوزير خطوط الإنتاج بالشركة التي تسهم في توفير مطالب قوات المسلحة من مختلف منتجاتها إضافة إلى توفير المنتجات المدنية لخدمة مشروعات التنمية تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافية ويأتي البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة سلس سنوات مستهدفان استكمال قطة إنشاء مركز لوجستيات دولية متكاملة بجوار المواني البحرية خطة متكاملة لتحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط وامتلاكها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي البرنامج الحكومي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات من عام 2024 حتى 2027 يأتي مستهدفاً اتخاذ عدد من الإجراءات منها استكمال خطط إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار المواني البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع وزيادة طاقة استيعاب المواني الرئيسية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية في سبيل ذلك تستهدف الحكومة تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية والعمل على زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2026-2027 فضلاً عن تطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بالإضافة إلى رفع كفاءة المواني الجافة كما تستهدف الحكومة إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية ومنطقة لوجستية في أحد المواني البرازيلية وإنشاء محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية إضافة إلى عمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي وزيادة إجمال السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفين عام 2027 وتؤكد الحكومة العمل على رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 4.8 مليون حاوية عام 2026-2027 ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة عام 2026-2027 فضلاً عن التوسع في إبرام شراقات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أهمية العلاقات بين مصر واليونان وحرص مصر على تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخلال لقائه سفيري اليونان بالقاهرة بحث جانبان خطوات إنشاء فرع لجامعة باتريس اليونانية بالإسكندرية وقد أشهد سفيري اليونان بعمق العلاقات بين مصر واليونان والتطور الملحوظ في أوجه التعاون الثنائي وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف أن الرؤية المصرية للتعلم الرقمي والزكية الاصطناعية تتركز على الحاجة لحماية الكرمة الإنسانية والتنوع الثقافي في تحديد المعرفة العامة وخلال مشاركته في مؤتمر أسبوع التعلم الرقمي 2024 المقام بالعاصمة الفرنسية باريس أكد وزير التربية والتعليم أن الدولة تتولي أهمية كبيرة لتسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل مشيرا إلى أن خطط الوزارة للمرحلة القادمة هي دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية ومحوي أمية الطلاب في البرمجة لضمان أن يكون كل خارج ملمن بها عقد وزير الثقافة أحمد فؤاد هندو اجتماعا مع رؤساء الأقليم التابعة للهيئة العامة لكسور الثقافة وتناول الاجتماع استعدادات الهيئة لإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان ويستهدف المشروع تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عقد مجلس السكان الدولي مؤتمرا في القهرة بعنوان نحو بيئة عمل صديقة للمرأة داخل المنشآت الصناعية بمصر وذلك الحجد الدعم وتبحيد الجهود والإمكانات من أجل تلبية احتياجات عاملات المصانع من خدمات الصحة الإنجابية ورعية الطفلة حاضر المؤتمر أكثر من 150 مشاركا يمثلون الجهات الحكومية والهيئات الدولية والقطع الخاص بالإضافة إلى خبراء في الصحة الإنجابية الحقيقة المؤتمر بيقدم نموذج محترم جدا لكيفية توفير بيئة مناسبة في مكان العمل للسيدة علشان نقدر نديها كل المعلومات وكل المشهورة اللي هي مطلوبة في صحة الإنجابية وفي ناس الوقت نساعدها إنها تاخد الوسيلة المناسبة لها في الوقت المناسب اللي هي عايزة تعمله وبالتالي نقدر نقضي على الحاجات الغير ملباء اللي هي من أهم المشاكل اللي بتعيق تنفيذ هدف مصر أهم حاجة إن إحنا متجمعين النهاردة علشان نتبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة إحنا عرضنا تجربتنا إحنا مجلس سكان الدولي عرضنا تجربتنا اللي عملناها بتعاون مع وزارة الصحة والسكان وغرفة صناعة الملابس علشان تلبية احتياجات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لعمال المصانع التجربة دي كانت ناجحة جدا وكان الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة في المصانع منقطع النظير عندنا في غرف الصناعة الملابس بالتحاد الصناعات إن إحنا لقينا هذا المشروع مع مجلس سكان الدولي وبالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ده إدانا دافع ضخم جدا جدا إن إحنا نتعاون معهم والحقيقة كدنا في بداية المشروع مجهود كبير إن إحنا نقنع أصحاب الشركات إن الكلام ده ممكن يكون ليه عائد طيب على الشركة بشكل عائد الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال وفاتيما خليل شكرا سحر ناجي شكرا دينا فكري وأهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة شركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتعاون دولي رمي المشاط في جلسة نقاشية بعنوان مؤسسات التمويل التنموية في طالعة استثمارات البنية التحتية وذلك على هامش فعلات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب أفريقيا وفي كلمتها أشارت المشاط الأهمية النموذج التنموي الذي نفذته مصر مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المتبقة لدى الدول أعضاء البنك أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن السياسات المالية تعمل على تشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنفسية كالتاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وخلال اللقاء مع سفيرة الأمريكية بالقهرة لفت كوجوك إلى أن المنظومة الضاربية ستشهد تطويرا شاملا سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضربية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة دعا رئيس هاية الاستثمار والمناطق الحرة حسام مهيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الهامة في مصر التي تحظى بحزم من الحوافز الاستثمارية جاء ذلك خلال اللقاء مع رئيسة وكالة الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار بمصر بحث وزير الإسكان شريف الشربيني مع رؤساء جماعات المستثمرين بالمدن الجديدة المشكلات بالمدن الجديدة سواء في المشتوعات الخدمية أو مناطق الصناعية القائمة وأكد شربيني أهمية تعزيز دور جماعات المستثمرين بالمدن الجديدة والتواصل الفعال معهم وإشركهم في حال المشكلات وتعظيم وتنويع واستدامة مواردها المالية من أجل المشاركة في ضمان استدامة واستمرارية التنمية شهدت الصدرات الزراعية المصرية تطورا ملحوظا من حوالي أربعة ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من سبعة ملايين وهمسمائة ألف طن حاليا أشرت وزيرة الزراعي لأن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصدرات وقيمتها مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر منذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ويضع على عاطقه تنفيذ مشروعات عملاقة قادرة على دفع الاقتصاد المصري للأمام مشاريع كثيرة في عديد من القطاعات ومن بينها الزراعة حيث وضعتها القيادة السياسية على الطريق الصحيح ما أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية عبر التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة وتنفيذ العديد من التجمعات الزراعية وغيرها من المشاريع في هذا الشأن اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف ساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري كما تمكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد فالأرقام لا تجذب حيث أعلنت الحكومة على لسان المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا ملحوظا حيث ارتفعت من حوالي أربعة ملايين طن قبل عام 2014 إلى أكثر من سبعة ونصف مليون طن حاليا الوزارة أشارت كذلك إلى أن هذا النمو يعكس مضاعفة حجم الصادرات وقيمتها مما يجعل قطاع الزراعة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي في مصر وزارة الزراعة أوضحت كذلك أن بيانات الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد هذا التحسن مشيرا إلى أن الدولة بذرت جهودا كبيرة في فتح أسواق جديدة حول العالم حيث وصلت المنتجات الزراعية المصرية إلى حوالي 165 دولة طلبت تركيا رسميا لانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم الدول الناشئة الكبرى وضحت مصادر تركية أن النظر في توسيع المجموعة قد يقضع للمناقشة خلال قمة مرتقبة في قزان في روسيا خلال أكتوبر المقبل ومن بين الدول الأخرى التي تتطلع إلى الانضمام للمجموعة ماليزيا وطايلند وأدريبيجانا مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لزاملات لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيمة خليل وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة وتوقع تذكير بالعنوين الرئيس سيسي يوجه بتكثيف العمل بالمشروعات الجارية تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة بهدف إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية مصر تجدد رفضها أي وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتتهم سلطات الاحتلال بالمسؤولية عن عدم الوصول لاتفاق هدنة بغزة استجابة لدعوة لإضرب عام في إسرائيل المتظاهرون يغلقون الطرق في تلعبيب للمطالبة بصفقة تبادل وصلنا إلى ختام نشرة السادسة من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة